وزير الخارجية الأمريكي زار مصر لكن هذه الزيارة مختلفة تصريحاتها أكدت على عمق العلاقات ما بين مصر والولايات المتحدة لكن الحقيقة أن لب الزيارة هو تقديم اعتدار من الولايات المتحدة الأمريكية للشعب المصري بعد المواقف المخزية للإدارة الأمريكية السابقة برئاسة أوباما وهيلير كلينتون لدعمهم الإخوان وتطبيقهم سياسة تقسيم مصر وأن تكون سيناء الأرض المصرية هي الدولة الفلسطينية الجديدة لكن كل هذه المخططات سقطت أمام إرادة الشعب المصري الأبي الذي وقف مع وطنه وجيشه هذه دلالة واضحة على نجاح سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بناء اقتصاد جديد وتقوية جيشه وأن تعود مصر قائدة بالمنطقة واليوم تعتذر أمريكا عن سياساتها الخاطئة السابقة وكل مخططات أعداء مصر سقطت على أسوارها مصر تاريخ حضارة وشعبها أبي عاشق لأرضه ووطنه لأن مصر عزيزة مصر تاريخ حضارة وشعبها أبي عزيزة